إذا أعلنوا بأن إسرائيل تقوم بهذه الأعمال فهذا يعني بأن إيران ليست بالدولة القوية التي يريد النظام الإيراني وبصورة خاصة الخامناء أن يعيد الشعب الإيراني بأنه قادر على القيام بعمل عسكري ضد إسرائيل لا أعتقد بأن لديه تلك القوة وأعتقد بأن إسرائيل يعني جادة في إيجاد حل لهذه المشكلة مشكلة الملف النووي الإيراني لأنه كما تعلم إسرائيل منذ البداية لم توافق على هذا التفاهم أو هذه الاتفاقية كما تسميها وسوف تعمل في جميع الطرق إن كان طرق سيبرالية إلكترونية عسكرية هجمات صاروخية أو عبر الطيران أو في أي طريقة ممكنة سوف لن تسمح لإيران بإنتاج القنبلة النووية والولايات المتحدة أيضا المسؤولين في عهد الرئيس ترامب زيته قال لن نسمح لإيران بإنتاج القنبلة النووية ولا أعتقد بأن الولايات المتحدة لا الكونغرس الأمريكي ولا البيت الأبيض يريد أن يجد إيران دولة نووية ترجمة نانسي قنقر